بعض القادة الحوثيين هم رجال عصابات وسارقون هكذا علّى لمدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد نيسلي إيقاف بعض المساعدات في اليمن باتهمه الحوثيين لعرقلتهم لعمل البرنامج من جهة ولسارقتهم بعض المساعدات الأممية من جهة أخرى هذا إقراءة أخرى كثيراً ولن يؤكد أن الحوثيين كانوا ومنذ فترة طويلة منذ بدء الصراع يرتكبون كل هذه المخالفات سواء بإعاقة وصول المعونات بكافة الطرق الممكنة سواء بسرقتها وتفزيعها بأنفسهم على أنفسهم أو حتى بالعملات العسكرية التي تستهدف تلك سواء الشحنات الغذائية أو محاولة إغلاق مناء الحديدة أو إعاقة وصول كل هذا هذا التعليق يؤكد من جديد كل ما سبق للتحالف الدولية أن أعلنه عن جرائم الحوثيين التي لا حصر لها وللأسف الشديد من سوف يتضرر من هذا الإجراء في النهاية هو الشعب اليمني والملايين الذين هم في أمس الحاجة لتلك المساعدات وأضاف السيد بيزلي أن الحوثيين يتلاعبون بالمساعدات الدولية في الوقت الذي تزداد فيه تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم المجاعة في بعض أجزاء اليمن مما سبب في موت أطفال أبرياء لأن المساعدات لم تصل لهم الاتهامات طالت قادة حوثيين وعلى رأسهم القائد السياسي مهدي المشاط والذي بدوره يعمل مع آخرين لبيع هذه المساعدات أو تحويلها إلى المناطق التابعة لميليشيا الحوثي نحن طلبنا بهذا في وقت مبكر من هذا الإسبوع وهذه رسالة مقلقة من برنامج الأغذية الدولي لقيادة الحوثي مباشرة وفي هذا تأكيد على وجود أزمة حالية في هذا الشعب والجميع على دراية بما يحدث من عرقلة لوصول المساعدات المستحقيها في اليمن كما طالب برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي بممارسة ضغوطاته على الحوثيين للسماح بتسهيل وصول المساعدات الدولية للشعب اليمني وفي الوقت نفسه فقد أشدت الخارجية اليمنية بشجاعة مسؤولي برنامج الأغذية العالمي الذي صرح هذه المرة بدون مواربة عن مسؤولية الحوثيين عن عرقلة المساعدات الدولية في الوقت الذي وصل حدد النازحين فيه لأكثر من ثلاثة مليون فضلاً عن حجة أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني للمساعدات الدولية للإخبارية أحمد القرني واشنطن